بسم الله الرحمن الرحيم هناك طائفتان من الناس لا يصومون وهم المسافرون والمرضى وتكليفهم القضاء وهناك طائفة ثالثة عبر القرآن الكريم عنهم بالذين يطيقونه وجعل حكمهم الإفطار وإعطاؤهم الفدية وهي طعام مسكين في الآية 183 إلى 184 من سورة البقرة فمن كان منكم مريضا بعد أن الآية تكلمت عن أصل وجوب الصيام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفار فعدتم من أيام أخر شنو معنى فعدتم من أيام أخر ظاهرها أن المقصود تصومون أيام أخرى بدل هذه الأيام معنى هذا أنكم لا تصومون هذه الأيام لو كانوا صاموها لماذا يأتون بأيام أخر وهذا التكليف فمن كان منكم مريضا أو على سفار شنو تكليفه فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يتبين أن هناك طائفة ثالثة وهم الذين يطيقونه هؤلاء لا هم مسافرون ولا هم مرضى دول طائفة ثالثة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم هذه وأن تصوموا خير لكم هالجملة جاءت بعده وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه مو بعد المسافر والمريض لأن هناك أناسا عندما يعترضون يقولون ليش المسافر ما يصوم مو القرآن الكريم يقول وأن تصوموا خير لكم هذه الجملة من الآية الشريفة مو جاية بعد حكم المسافر والمريض أقراها مرة ثانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر خلصنا هذا التكليف وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم هذه الجملة وأن تصوموا خير لكم جاءت بعد جملة وعلى الذين يطيقونه من هؤلاء من هؤلاء اللي الآية الكريمة تقول وعلى الذين يطيقونه أولا ما قالت الآية الشريفة لا يطيقونه قالت يطيقونه زين واحد يقول إذا يطيقوه ليش ما يصومون إذا يقدرون ليش ما يصومون هناك فرق بين القدرة والإطاقة القدرة تطلق على معنى أعم من الإطاقة تطلق على كل شيء بوسع الإنسان أن يفعله تقدر تروح هناك يقولي أقدر أروح تقدر تشيل هذا الشيء أقدر هذه القدرة الإطاقة تطلق على القدرة بذل القدرة بذل الجهد نقوله تطيق تطيق أن تشيل هالشيء لازم يكون الشيء ثقيل حتى نقول تطيق أو لا تطيق وإلا لو نجي نقوله الواحد تطيق حمل هذه العلبة مالتليك لينكس يقول طبعا شو هذه شيء يريدلها عشرين علبة هم أشيلها مثلا تطيق نقوله تطيق حمل السيارة تقدر تشيلها يعني بيك هالشيء القدرة الإطاقة تطلق على بذل الجهد الشديد فالآية الكريمة لما تقول وعلى الذين يطيقونه يعني هؤلاء الذين عندهم قدرة لكن يبذلون جهدا شديدا حتى يمكنهم أن يفعلوا ذلك الشيء يتعبون ليسوا مرضى وليسوا مسافرين لأن المرضى والمسافرين طلعتهم الآية في البداية هؤلاء طائفة ثالثة من هؤلاء الروايات فسرتهم خمس طوائف خمس طوائف الشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن وذو العطاش خمسة الشيخ والشيخة يقصد بالشيخ والشيخة الرجل الكبير في السن بلغ حد الشيخوخة والمرأة الكبيرة السن التي بلغت حد الشيخوخة زين هذه الشيخوخة شنوش كثر ما لها تحديد في الروايات وإنما هي أمر عرفي ينقل عن بعض العلماء أنه حددها بخمس وسبعين سنة ينقل عن بعض العلماء الكبار قائل اللي عمره خمسة وسبعين سنة هذا يسمى شيخا خلص صار شايب بعد خمسة وسبعين سنة الحين هذا ليس تحديدا يعني منصوصا عليه زين بالله أربعة وسبعين ونص مثلا الشكل يعني إلا خمسة وسبعين القضية مو الشكل دقية بحيث عرفين يقولون هذا رجل شايب باصطلاحنا عجوز امرأة عجوز إذا كان الشيخ والشيخة قد وصل يعني وصل الإنسان في العمر إلى هذه المرحلة مرحلة الشيخوخة وكان الصوم عليه شاقا يطيقونه يعني لما يصوم قعد يبذل جهد جهد كبير حتى يصوم ساقط الصيام عنهم مو مسافر بالبلد ولا مريض صاحي رجل رجل كبير في السين وصاحي ومر كبير في السين وصاحية مو مرضى لكن يتعبون الصوم يتعبهم يصومون بمشقة هؤلاء هذا الشيخ والشيخة يفطران الآية الكريمة تقول وعلى الذين يطيقونه شنو حكمهم دولة فدية طعام مسكين يعطون فدية مو معناه يصومون ويعطون فدية حين واحد ممكن يقول الآية ما قالت ليصومون وذولة لو يرجون يصومون ويعطون فدية صار وضعهم أسوأ من الشخص الشاب الشاب يصوم وما يعطي فدية الشاي بنقول صوم ويعطي فدية ومو هالشكل مبين أنه إعطاء الفدية بدل عن الصيام يعني ما يصوم ويدفع الفدية طعام مسكين واحد عن كل يوم هذه كلمة شيخ تستعمل بمعاني كثيرة في الفقه قبل الشيخ الأنصار رحمه الله كانت تطلق على الشيخ الطوسي شيخ الطائفة عليه الرحمة الفقهاء من ذاك الزمان من عقب الشيخ الطوسي إلى الشيخ الأنصاري إذا قالوا قال الشيخ يقصدون الشيخ الطوسي حتى هو الشيخ الأنصاري نفسه الله يرحمه من يقول قال الشيخ يقصد الشيخ الطوسي عقب الشيخ الأنصاري الإصطلاح تغير شيخ مرتضى عليه الرحمة عقبة من يقولون قال الشيخ أو قال الشيخ الأعظم يقصدون بي الشيخ الأنصاري عليه الرحمة هذا إصطلاح في الفقه حتى إذا واحد قرأ يوم من الأيام على المكاسب على الرسائل مكتوب تأليف الشيخ الأعظم من الشيخ الأعظم؟ شيخ مرتضى الأنصاري كلمة شيخ تطلق على الشخصية الرئيس يقولون هذا شيخ العشيرة مثلا شيخ البلد كلمة شيخ معروفة الشيوخ مثلا تستعمل وتستعمل في كبير السن من بلغ من العمر مقدارا كثيرا بحيث يسمى بإصطلاح نشايب عجوز يعبر عنه بكلمة شيخ الشيخ الرئيس هذه بالفلسفة من يجيبون يدون بإصطلاح الفلاسفة الشيخ الرئيس يقصدون بابن سينا يقولون كان اثنين بالفلاسفة يعبر عنهم بالمعلم المعلم هذا اللقب رقم واحد بالفلسفة المعلم الأول سقراء فلاطون أظن فلاطون والثاني الفارابي ذول حصلوا لقب المعلم ويقولون ابن سينا حاول يوصل إلى هذا اللقب ما وصل أعطي لقب الشيخ الرئيس زي ليش كانوا يعطوه لقب المعلم يدعى يقال هذا كل حاجه ينقال ما يندر عدل معدل إحنا نقول لقائلي يقولون كان الشخص إذا صار مجتهدا في كل العلوم بكل العلوم بالنجارة مجتهد بالحدادة مجتهد بالخبازة مجتهد خلوا الحين الفقه والأصول والفلسفة وكذا كل العلوم الموجودة في عصره هو مجتهد فيها مجتهد مستنبط يعني بروفيسور مو أنه مجرد يعرف هذا يسمو معلم يعبرون عنه بكلمة معلم إذا علم واحد من العلوم الموجودة ما قدر يصير مجتهد فيها ما يعطو لقب المعلم يدعى أنه إفلاطون إفلاطون طبعا قبل الإسلام والفارابي في الإسلام هذول حصلوا هاللقب اثنين بس وابن سيناء ما حصل حصل لقب الشيخ الرئيس هذا أيضا اصطلاح عند الفلاسفة على كل الشيخ والشيخة الصيام إذا كان الصيام صعبا عليهما رب شيخا أو شيخا الله عز وجل معطيهم صحة وعافية اللي يقدرون ولا يتعبون وضعهم أحسن من بعض الشباب مثلا هذا يصوم الشيخ والشيخ اللذان يتعبهم الصيام ويشق عليهما يفطران ثم يدفعان الفدية هذا والاثنين طبعا هنا الحين نشوف رخصة أو عزيمة هذه بروحة فيها كلام أكيد يجوزلهم يفطرون لكن هل لازم يفطرون يعني لو فرضنا رجل كبير في السن مرة كبيرة في السن ويتعبهم الصيام يقولوا نحن نصوم ما بدنا نفطر في هذه الشغلة موجودة اليوم كثرة كل زمان وناس كبار بالسن عمرهم تسعين سنة وتعبانين يقولوا لهم فطروا يقولوا والله احنا قضينا عمرنا نصوم الحين بآخر عمرنا نجي نفطر مثلا يظل يصر على أن يصوم يجوز مختلفين الفقهاء السيد الخوي رحمه الله قال لا ما يجوز ما يجوز مو بكيفهم لازم يفطر ويدفع الفدية الحين الفدية مو مشكلة سهلة فدية طعامه مسكين وقسم من العلماء قالين لا يجوز يعني هذه قضية تسهيلية وليست إلزامية رخصة لا عزيمة زين هذه من أين تخرج من أين نطلعها الآية الكريمة قالت وعلى الذين يطيقونه يطيقونه فدية طعام مسكين إلى هنا ظاهر الآية الشريفة أنه يفطرون ويدفعون الفدية وراها شنو فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم هل هاتان الفقرتان فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم قيد يعني راجعان إلى الجملة التي قبلها أو لا هاتان جملتان منفصلتان لهما معنا آخر بعض الفقهاء يشوف هذه مرتبطة بالجملة التي قبلها هذول الذين يطيقونه فمن تطوع خيرا إذا يطوع ويصوم فهو خير له هذا الرأي اللي يقول يجوز لهم السيد رحمه الله السيد الخوي قال لا هذه مو مرتبطة بالجملة التي قبلها فمن تطوع خيرا فهو خير له هذه راجعة لأصل الصيام اللي يصوم صيام مستحاب هذا خوش عمل يسوي مو مربوط بذول الذين يطيقونه زين والجملة اللي عقبها وأن تصوموا خير لكم أيضا ليست مرتبطة بما قبلها كأن سائلا يسأل يقول هذا الصيام متعاب ونصب وكذا لا الصيام زين ما شرع لإيذائكم وأن تصوموا خير لكم الصيام فيه مصلح لكم فالسيد يرى أن هاتين الجملتين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم جملتان منفصلتان كل واحدة تعطي معنى مستقلة لا ربط له بتلك الجملة اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وبالتالي يقول ما يجوز هذول الخمسة اللي الآن رح نذكرهم إن شاء الله أول شي الشيخ والشيخة ما يجوز لهم يصومون لازم يفطرون الأفطار عزيمة الزام في حين قلت السيد السيستاني وفقهاء آخرون يرون أن الأفطار رخصة لهؤلاء يحبون يصومونهم كيفهم الحين إذا يريد واحد يحتاط شلون الاحتياط ما هو اللي يصومون لأن في قول بعدم الجواز قلنا الشيخ والشيخة ما حددا في الشرع في الشريعة ما في تحديد رقم وإنما المسألة عرفية العرف يقولون هذا رجال شايب مثلا إذا قالوا هذا رجل شايب هو هذا عرفا بعض الناس ما يرضى يقول له لأنت شايب ليش عمي ما ترضى منو قال لك الشيخ مو زين هذه مرحلة الكمال ومرحلة الحكمة ومرحلة الفهم الشباب ما في شي لا بس لكن الشباب مرحلة القوة وكذا هذه مرحلة الحكمة مرحلة ما يقولون الأكبر منك بيوم أفهم منك بسنة لا يضيق خلقك إذا قالوا أنت رجال شايب يقول الحمد لله ومو كل واحد ترى يشايب أكو بعض الناس عنده دعاء لطيف أنا سامع بعض الناس يقول لذاك الطرف إذا شاف لولد شاب يقول إن شاء الله تشايب هذاك ما يدري شنو قصده قصده إن شاء الله تبقى حي إلى أن تبيض لحيتك مو كل الناس يبقون هل كثر الناس يمشون بشبابهم بله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة